السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم مع فيديو جديد وحلقة جديدة عن النارجسية النهاردة جماعة نتكلم عن حاجة مهمة جدا وهي عن بعض الطرق هتخلي النارجسية تراجع عن اللي بيعمله معاك وكمان هيصاب بالقهر الرهيب جدا هتخلي حياته بجد عبارة عن فوضى ما بيقدرش يتحملها لكن اهم شيء انك تخلي بالك انه لو حسيت ان اللي احنا بنقوله نهاردة ممكن يتسبب لك في اي نوع من الازى مباشر يعني من النارجسي اللي بتتعامل معاه فبلاش تعمل الحاجات اللي بنتكلم عنها دي او بمعنى صح تعمل الحاجات دي لو حسيت انك في امان من انه يأذيك جسديا مثلا الاهم من اللي بنتكلم عنه جماعة انك تكون في امان مهما كانت الظروف يلا بينا نبدأ حلقتنا على طول ونعرف ايه الحاجات اللي نقدر نعملها واللي هتخلينا نقدر نقلل من اساءات النارجسي اللي بنتعامل معاه وكمان نقلل من سيطرته علينا في بعض الاحيانة جماعة اثناء تعاملك مع شخص نرجسي بتلاقي ان انت احيانا مضطر انك تدخل فيه صراعات ومشاكل بتحول حياتك لفوضى وطبعا الموضوع ده يعني هو المتعة الكبيرة للنرجسي واللي بيحس فيها بمنتهى السعادة لما بيخليك تعاني باستمرار بيستخدم النرجسي الانتقاد والاساءات اللفظية في انه يعبر عن مشاعره السلبية زي قراهيته ليك او لما يحب يخليك تشعر بالزمد بالرغم من كده تخيل ايه اللي هيحصل لو قدرت انك تقرر انك ما تشاركش نرجسي في اي تفاعل في صراعاته دي وانك تقرر انك تحافظ على هدوءك وانك ما تتأثرش ابدا باي حاجة بيقولها في الوقت ده جماعة هتقدر تكتشف ازاي نرجسي بيصاب بالطراب وعدم السبات وبيفقد القدر على تحكمه بالامور حتى انت نفسك هتكون عبق عليه لان انت كده ما بقتش تسمح له بانه يستدرجك لملعبه اللي هو بارع وشاطر جدا فيه واللي بكل تأكيد هو المنتصر في اللعبة دي الوقت ده جماعة نرجسي بيتحول لعاجز تماما لانه مش هيقدر يرمي مشاعره السلبيه عليك هتتحول انت في الوقت ده لانسان قوي بشكل رهيب جدا لا يمكن هزمته بيحس نرجسي بالعجز في الوقت ده بالذات لما بيلاقي انه مش بامكانه ابدا انه يغير مشاعرك او يتحكم فيك بعد كده وليك بقى انك تتخيل كمية الارتباك اللي هيصاب بيها لما يحس انه في منتهى الضعف بالنسبالك الضعف ده هيسبب له احباط رهيب جدا ويأس لما يعرف ان محاولاته للسيطرة عليك ما بقتش تجيب معاك نتيجة في الوقت ده كمان هتقدر تعيش حياتك بشكل افضل وتقدر تحصل على السعادة بطريقة اسهل وبشكل ما شفتوش قبل كده لما بتعمل كده انت بتدمر سلطة النرجسي تماما عليك وهيكتشف ان مشكلته ملهاش حل معاك بعد ما يكون ملوش اي تأثير عليك وهتقدر تلاحظ في الوقت ده ضعف النرجسي الحقيقي بالتأكيد يا جماعة النرجسي عنده مهارة رهيبة جدا في انه يتلاعب بالاخرين علشان يخدعهم ويقدر يحسن من شكله وصورته ويقدر يخفي حقيقة حالته السيئة اللي هو فيها واللي بيمر بيها معاك تخيل كده لو قدرت تكشف اكاذيبه وحقيقته دي وعيوبه اللي هو بيحاول يخفيها في الوقت ده انت بتقدر تعالي النرجسي قدام الكل وهيتعرض لخوف هيكون ظاهر جدا في عينيه لما تبدأ تقوله اسئلة مباشرة ما يقدرش يجاوب عليها غير وهو في الحالة سيئة جدا تخيل صدمة النرجسي والطرابه لما تبدأ تظهر عيوبه او اخطاءه قدام الناس الموضوع ده جماعة هيضمر سلطة النرجسي تماما عليك وهيخليك تقدر تتفادى خداعه او خداع اي شخص تاني ليك بعد كده لانه بيكون انكشف قدامك وانكشف اسلوبه المتلاعب اللي كان بيستخدمه معك لازم تحاول تعبر باستمرار عن انك مش مستعدة ابدا انك تتقبل اكاذيبه وتلعبه بيك وان من النهاردة مش هتصدق منه ولا كلمة تخيل لو جعلك وقت قدرت تقول فيه للنرجسي ان كل اللي بيقوله ده مش حقيقي وان خلاص ما بقتش قادر تصدق منه اي كلام وانك تعرفه بشكل مباشر كده ان كل اللي بيعمله ده مش مأثر فيك ابدا وانه خلاص مش هيقدر يخدعك مرة تانية بسهولة حاجة كمان ممكن تعملها في النرجسي انك لو لقيته بتكلم عن حد بشكل مش كويس او بيقول او بيتدعي عن الشخص ده حاجات مش حقيقية تقدر تبين له انك بتشك في الحكاية اللي بيقولها دي وانك مش مصدقها حاول كمان انك تنكر اللي بيقوله ده وتحاول تدور على تفاصيل علشان تثبت كذبه الموضوع ده يا جماعة هيخلي النرجسي يحس بعدم استقرار ومش هيقدر ابدا انه يقدم اي تفسير منطقي للي بيقوله لانه هو نفسه عارف ان كل اللي بيقوله ده مش حقيقي حاجة كمان رهيبة جدا يا جماعة لو قدرت تعملها مع النرجسي انك تحاول تظهر له عدم الاحترام او لو اضطرتك الظروف انك تتعامل معاه لو قدرت تظهر للنرجسي انه مش مهم بالنسبالك او انه لا يستحق اي اهتمام لا منك ولا من اي حد هتقدر تلاحظ توطر رهيب جدا على النرجسي بسبب انه مش هيقدر يتحمل المعاملة دي لانه مش متعود عليها اصلا لو قدرت تعمل كده بجد اتعرف قد ايه انها طريقة قوية جدا علشان تقدر تستعيد سيطرتك على العلاقة بالكامل خليك متمسك دايما بقيمة نفسك وارفض اي انتقاد بين النرجسي لتصرفاتك وارفض كمان انه يحاول يفرد وسيطه على حياتك او يتحكم فيها لازم تقول وجهة نظرك بمنتهى السبات والدافع عن نفسك وتظهر للنرجسي انك لن تتسامح ابدا مع سلوكه الموسيقى لك مرة تانية وانك مش خايف ابدا انك توقف في وشه بعد النهاردة النرجسي هيحاول انه يلفت انتباهك لما يلاقي منك عدم اهتمام هيتصدل بشكل رهيب جدا لما يلاقي منك عدم الاهتمام او انه ما بقاش شغلك زيك اول تجنب تماما انك تدي للنرجسي الاهتمام اللي هو بيدور عليه لان ده هيقلل جدا من سلطته عليك جرب كده انك تكون صريح مع النرجسي وانت هتشوف قد ايه صدمته لما يواجه الحقيقة بدون اي مجاملات لشخصيته الطريقة دي ممتازة جدا يا جماعة لما تكون هتواجه النرجسي وتظهر له انك مش هتسمح له انه يتحكم فيك بعد كده ما تصدقش اي كلام من النرجسي من غير ما تتأكد منه وتعرف الحقيقة بنفسك ما تخليش النرجسي يسيطر على قناعاتك او يأثر على تصوراتك بانه يقنعك بحاجات مش حقيقية وخلي بالك لما النرجسي يحاول يفرض عليك انك تتكلم لصالحه او انه يورطك في قصة مزيفة بيتلعب فيها باي حد او بيرسم لنفسه صورة معينة وبيستخدمك علشان تأكد على الصورة دي وخلي بالك انه في الوقت ده النرجسي بيحاول يورطك معاه مش اكتر افضل طريقة علشان تظهر ضعف النرجسي انك تقدر تشوف حقيقته ما تنخدهش ابدا بالقناع او شخصيته المزيفة وفي الوقت ده النرجسي هيعرف انك كشفته وعرفت حقيقته وهيفهم في الوقت ده انك مش من السهل التأثير عليك بعد كده من افضل الطرق اللي تقدر تستخدمها علشان تتخلص من سلطة النرجسي عليك هي انك تتجاهله تحافظ على هدوءك لما بتقدر تعمل كده انت بتتجاهل رغباته واحتياجاته بشكل صريح لانه محتاج انك تتفاعل معاه باستمرار اما التجاهل بالنسبة للنرجسي بتخليه فقد سيطرته عليك وما بيقدرش يتعامل معاك بأساليب والمتلعبة عارفين طبعا جماعا الموضوع ممكن يكون في بعض الصعوبة لكن صدقني النتيجة هتستاهل جدا الجهد اللي انت هتبزله ده لما بتكون هاتي ومش متأثر ابدا بتصرفاته وبتقدر تعبر عن عدم اهتمامك بيه وبمحاولاته لانه يتحكم فيك بتقدر تحس بالقوة وبتقلل بشكل كبير جدا من تأثيره عليك بتقدر تلاحظ وبشكل واضح جدا ازاي ضعف النرجسي بيظهر لما ما بيلاقيش منك اي تفاعل او رد فعل حاجة كمان مهمة جدا يا جماعة لازم تعملها انك تقدر تقرر تبعد تماما عن العلاقة السامة دي انك تقدر تحقق لنفسك الاستقرار في حياتك لو قدرت انك تقطع كل الروابط اللي بينك وبين النرجسي وتبعد عنه بتكون دي اهم خطوة في حياتك واللي بتظهر بشكل واضح جدا انك خلاص ما بقيتش مهتم بيه نهائيا وما بقاش بيمسلك اي قيمة لازم تكون حازن جدا وما تتراجعش ابدا او تتهاون في حدودك لان ده في منتهى الاهمية علشان حماية صحتك النفسية وتقدر تستعيد سيطرتك على حياتك دي كانت حلقة النهاردة اتمنى كونوا استفادتم بيها وان شاء الله نتقابل الموضوع الجاي معه وموضوع جديد عن الانريسية شكرا ليكم سلام عليكم ورحمة الله وبركاته